المطربة إليسا تظهر في حفلة جدة مع سعد المجرد بوزن زائد وبطن منفوخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين قناة سيف تريند خطفت النجمة اللبنانية إليسا الأنزار في آخر حفلتها الغنائية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية وذلك بصحبة المطربة المغربي سعد المجرد وكان في بعض التعليقات على فستانها واللي وصل سعره لألف ستمائة خمسة واربعين دولار يعني ما يعادل واحد وتلاتين ألف جنيه مصري وبرضو كان في بعض السخرية من إطلالة إليسا ومع نشر صورة الحفل وقعت إليسا في مرمى الهجوم والتنمر بالرواضة التواصل الاجتماعي بسبب زيارة وزنها وظهرت ببطن منفوخ ولافت للنظر وطبعا في بعض الناس علقت وقالت ده إيه البطن دي ده انتفاخ ولا إيه ده بطن حمل ليه زايد وزنها بالشكل ده والفستان دي قوي كأنها حامل ولا عندها انتفاخ ودي كانت أبرز التعليقات اللي تم التعليق على الصورة اللي ظهرت بها أو الفيديوهات اللي ظهرت بها الفنانة إليسا أو المطربة إليسا مع سعد المجرد في حفلتهم في جدة في المملكة العربية السعودية وده كان موضوع حلقتنا النهاردة ما تنساش تعمل لايك للفيديو واتشرفنا باشتراك في القناة وطبعا كان الفنانة إليسا ما ردتش حتى الآن على الأنباء اللي طلعت دي لكن ده نتيجة إن هي بتاخد أدوية والعلاج اللي هي بتاخده ده اللي أدى لزيارة وزنها انتظرونا في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا